كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عددا من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ وأكد مدبولي أن ما يتم من خطوات في هذا الصدد يأتي دعما للمستثمرين الجادين الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات الخاصة بهم وسعيا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتشغيلها